السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الاكتئاب موضوع هام جدا وأعتقد أنه يحتاج لمجموعة من الفيديوهات كي أستعرض الموضوع من كل جوانبه طيب كيف نتعامل مع الاكتئاب عندما نشعر أننا مصابون به؟ ممكن تستيقظ صباحا وليس لديك رغبة بالنهوض من سريرك هل تشعر أنك لا تريد أن ترى أحد؟ الحزن والألم ليس اكتئاب الزعل ليس اكتئاب التوتر والقلق ليس اكتئاب إذن ما هو الاكتئاب؟ الاكتئاب حقيقة هو رفض الماضي وأيضا رفض المستقبل بتشوف شخص رافض لأحداث بالماضي وعايش في ألم وحزن ومعاناة وأيضا رافض لأشياء يمكن أن تحدث في المستقبل وحاسس بقلق وخوف وتوتر الاكتئاب هو اجتماع كل هذه المشاعر والاكتئاب الخطير هو ليس رفض الماضي والمستقبل فقط إنما رفض الحاضر أيضا هذا يحتاج لمتابعة طبية وعلاجات دوائية استشارة الطبيب والتواصل معه هامة جدا يجب تماما تحديد الأشياء المرفوضة في الماضي وأيضا تحديد الأشياء المرفوضة في المستقبل أنت عندما تحدد هذه الأشياء يجب أن تتقبلها وأن لا ترفضها يجب أن تتقبل مشاعر الحزن أنت عندما ترفض مشاعر الحزن فهذه مشكلة تقبل تلك المشاعر وتألم إذا كانت مؤلمة فعلا وابكي إذا كانت فعلا تستحق البكاء ابكي وارتاح ولا تظن أبدا أنك ضعيف لأنك تبكي على العكس تماما أنت قوي لأنك بكيت وعبرت عن مشاعرك بصدق في لحظة أنت فعلا بحاجة للبكاء أهم شيء أن تتحرر من هذه المشاعر مشاعر الحزن والألم المشكلة يا صديقي في المشاعر حاول أن تتحرر منها أنت غالبا عندما تكون مكتئب ستشعر أنك أسير وتابع وتنتظر من يأتي ليأخذ بيدك ويساعدك لا تنتظر أحدا قرر الآن أن تبدأ اعرف قيمتك واعرف قيمة ذاتك ما هي الأشياء التي تعطي قيمة ما هي قيمة ما تقدمه لنفسك لأسرتك للمجتمع أنت ستبدأ بالطريق الصحيح وستتلاشى المشاعر السلبية التي أوصلتك للاكتئاب بمجرد أن تعرف قيمة ذاتك للأسف التركيز على الجوانب المادية للحياة والابتعاد عن الجانب الروحاني بغض النظر ومع كل المحبة والاحترام أيا كان الدين الذي أنت عليه وتتبعه للأسف سيؤدي ذلك إلى الاكتئاب الله سبحانه وتعالى في كل الأديان خلق الإنسان لهدف ورساله والاتصال الروحاني سيجعلك تشعر بالقيمة الحقيقية وبالتالي تشعر بالسعادة ضع جل اهتمامك على الداخل وليس على الخارج ركز اهتمامك على القيمة وليس على المظهر والشكل ركز اهتمامك على تنمية قدراتك وعقلك وإدراكك وقيمة ذاتك المال والأشياء المادية أمور هامة لكنها شكل حتى لو امتلكتها فأنت لن تكون سعيدا أبدا على العكس تماما هي غالبا ستشعرك بالتعاسي أنت ستكون سعيدا بالقيمة قيمتك وقيمة ذاتك وتقديرك لقيمة ذاتك تعلم كيف تجلس مع نفسك وتختلي بها وتفكر وتتأمل وتتخيل تخيل الجمال دائما وتخيل السعادة والوفرة والارتياح نعم تخيل كل شيء يريحك ويسعدك فكر ما هي القيمة التي يمكن أن تقدمها القيمة هنا بداية السعادة الحقيقية طيب من جهة أخرى امشي يوميا نصف ساعة في طريق فيه أشجار ونباتات وورود أعشاب تراب ماء حاول أن تلتقي الأشخاص الذين تحبهم وترتاح لرقائهم وحديثهم صافحهم وحضنهم ستشعر بالراحة مارس هوايات تحبها رسم شعر غناء رقص سباحة شطرنج أي هواية تحبها عنق الأشجار نعم عنقها ودع راحتي يديك تلامس ساق الشجرة وأوراقها وأغصانها امشي بين أحواض الورود والنباتات ولامسها بيديك وتعامل معها ومع الأرض والتراب الخروج إلى الطبيعة هام جدا وطاقة المكان هام جدا مارس أعمالك اليومية لكن إذا شعرت بأنك بحاجة للراحة استريح وامنح نفسك إجازة يومين أو ثلاثة أسبوع هذا ليس هروب أو عزلة هي مرحلة تشافي ومراجعة وحديث مع الذات كل ما ذكرته هام أرجو أن تستفيد من كل هذه النقاط التي ذكرتها وأن تخرج من حالة الاكتئاب التي أنت فيها منتصرا على الألم والحزن والخوف وأن تحظى بالسعادة التي تستحقها طيب ماذا عن الغذاء الذي سيكون مفيدا لك في حالة الاكتئاب وما هي الأطعم التي ترفع مستوى السيروتونين في الدماغ وتحسن مزاجك وشعورك بالسعادة أنصح بوجبات صغيرة ومتعددة فالمعدة لها دور كبير في إفراز السيروتونين والدوبامين أنصحك بتناول أسماك وخاصة سمك السلمون والتونة فأوميغا ثري من مصدر حيواني هام جدا للدماغ لأنه يحتوي على دهون صحية مفيدة جدا تحسن المزاج وتشعرك بالسعادة المكسرات بشكل خاص الجوز واللوز حفنة صغيرة يوميا تحتوي على دهون صحية وأوميغا ثري نباتي يجعلك تشعر بالسعادة ويحسن مزاجك ويحسن التركيز والذاكرة عندك الكاكاو والشكلة السوداء الداكني الخالي من السكر تحتوي على مادة فلافينويتس وهي مضادة للأكسادة ترفع مستوى الدوبامين بالدماغ وتعطي شعور بالسعادة وأيضا تحسن المزاج قطعة صغيرة أو قطعتين منها يوميا مفيدة جدا القهوة مشروب سريع الامتصاص تناولها يجعلك تشعر بالسعادة وتحسن المزاج خلال نصف ساعة فالقهوة أو الكافئين يحسن التركيز ويعدل المزاج من خلال تناول فنجان إلى فنجانين قهوة يوميا لكن تناول الكافئين بكميات كبيرة يسبب العكس عصبية وتوتر الموز غني بالتريبتوفان يرفع هرمون السيروتونين ويزيد شعورك بالسعادة والموز غني بالبوتاسيوم الذي يعطي طاقة للجسم وغني أيضا بفيتامين بي الذي يحسن الحال المزاجي ويخفف التوتر التمر يحتوي على تريبتوفان يحسن الحال المزاجية والنفسية ويرفع مستوى السيروتونين ويجعلك تشعر بالسعادة ثلاث حبات تمر إلى سبع حبات يوميا مفيدة للشخص غير المصاب بمرض السكري أما مريض السكري فتناوله للتمر والموز وأيضا للفواكه بشكل عام يكون بحسب مستوى السكر التراكمي لديه من الأطعم المفيدة أيضا في حالة الاكتئاب لتحسين مزاجك وشعورك بالسعادة البذور بذور الشية وبذور القرع وبذور عباد الشمس وطبعا البذور بدون ملح وأيضا مفيد جدا لبن الزبادي والأفوغادو الخضروات الورقية أنصحك بالابتعاد عن السكر الأبيض المكرر والحلويات والحبوب المكررة والزيوت النباتية المكررة السائلة والمهدرجة طيب ما هي المكملات الغذائية المفيدة في حالة الاكتئاب؟ أوميغا ثري أو زيت السمك وممكن تناول السمك الطازج وهو الأفضل إذا كان متوفر البروبايوتيك بكتيريا نافعة وهي متوفرة في الصيدريات وأيضا موجودة بشكل طبيعي بلبن الزبادي والمخللات وخاصة مخلل الملفوف طبعا مشاكل الجهاز الهضمي تسبب حالة اكتئاب وممكن حالات الاكتئاب أن تسبب مشاكل هضمية وآلام بطنية وانتفاخ وامساك وتشنج كولون وغيرها الزينك معدن هام جدا بحالات الاكتئاب والتوتر النفسي وأيضا بحالات الخوف والهلع فالزينك يساعد على توازن الجهاز العصبي أستيل الكارنيتين طبعا الكارنيتين موجود باللحوم وبحالات الاكتئاب هناك انخفاض بمستوى الكارنيتين أشواجاندا أو الكرز الهندي يمكن تناوله كمشروب أو إضافته للطعام بخفف من التعب والإرهاق ومشاكل النوم روزميري إكليل الجبل يحفز عملية توليد الطاقة بالجسم طبعا سعادتك مرتبطة بشكل وثيق بشعورك وإحساسك بالمحبة وتصالحك مع ذاتك ونجاحاتك وإيمانك بالله وأيضا إيمانك بذاتك وبقدراتك وسعادتك مرتبطة برياضتك اليومية وخاصة رياضة المشي وسعادتك مرتبطة بنومك الهادئ والعميق بين إداش ليلا وست صباحا بعيدا عن الضجيج وبعيدا عن الضوء الحديث عن موضوع الاكتئاب وعلاج الاكتئاب وكيف نصنع السعادة لم ينتهي سأتحدث عنه في فيديوهات أخرى قادمة إن شاء الله أحبائي شكر كبير لكل متابعة لدعم قناتي بميزة شكرا وشكر كبير للأحبة اللي ينضموا للقناة وأصبحوا شركاء داعمين لقناتي وعم يتواصلوا معي عبر واتس أب والأحبة اللي عم يسألوا عن كيف ممكن يتواصلوا معي عبر واتس أب الضغط على زر الانضمام واختيار مستوى فيه واتس أب وممكن أيضا عن طريق مسينجر صفحتي على الفيسبوك إرسال رسالة عليها الاسم والعمر ومكان الإقامة وسبب الاستشارة ورقم الواتس أب الخاص فيك أنا سأتواصل معك على واتس أب تابعوني دائما كونوا بخير بإذن الله بشكركم وبحبكم جميعا وبتشرف فيكم وسعيد بوجودكم بقناتي ودعمكم إلي محبتي الكبيرة وتمنياتي القلبية بالخير والصحة والسعادة والسلام لكم وللعالم أجمع كنت معكم أنا الدكتور نوار علي بحفظ الله ورعايته